تتواصل زيارة رئيس الكوبي ميغيل دياز كانيال برمودز إلى الجزائر في يومها الثاني حيث قام اليوم الشمعة بزيارة إلى شامع الجزائر للإشارة فقد وصل رئيس الكوبي مساء الأربعاء إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومديان في زيارة عمل وصداقة للجزائر بيان رئاسة الشمهورية أكد أن هذه الزيارة تشكل فرصة سانحة لتجسيد الإرادة السياسية المشاركة في تعزيز تعاون الاقتصادية واستغلال فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية على غرار الفلاحة، الصناعات، الزراعة، الأجهية وتجهيزات الطبية بالإضافة إلى السياحة وبالمقابل فإن تعاون في المجال الصحي شهد طفرة نوعية تسعى الحكومتان الجزائرية والكوبية إلى تعزيزها من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتين الصحة بالبلدين خلال الاجتماع القادم رفيع المستوى بسنة 2023 بجمهورية كوبا